من أقاص البلاد الصامدة خلف الجبال الشاهقة والغيوم الكثيفة حيث الجناح الأيمن للأمة الإسلامية الممتدة عبر قارات الدنيا من جزيرة الديمقراطية بمنطقة وسط آسيا بشكيك عاصمة قرغيزيا التي يقطنها 6 مليون نسمة يمثل المسلمون بينهم أكثر من 90% وبعد أن غربت ظلمات الشيوعية عن هذه المنطقة وأشرقت عليها شمس الإسلام ها هي تدب الحياة فيها من جديد وتنتظر من يمد لها إلى العون لتعود سيرتها الأولى أيما البخاري ومسلم وأبي داود فعند نيار للتحديث شوفيتي لم يكن بقرغيزيا سوى عدد محدود من المساجد والآن بفضل الله تعالى ثم بجهود المخلصين من أبناء هذه الأمة صار عدد المساجد بالدولة حوالي 3000 مسجد منها بالعاصمة بشكيك وحدها 50 مسجدة بني معظمها ما بين العام 1992 والعام 2000 ولهذا السبب فإن مظهرها الداخلي والخارجي لا يتوافق مع تطور العمراني بالعاصمة وصلاة الجمعة والعيدين مثال واضح على أن المساجد في بشكيك غير قادرة عن استعاب المصلين فكل المساجد مكتظة والطرقات مغلقة ولأن للمساجد مكانة خاصة في الثقافة الإسلامية فهي شعار الدين وعنوان الإسلام وشارة المؤمنين تؤدى فيها فرائض الله وينادى على منابرها بكلمة الله هي ميدان تعارف المسلمين ومجالس صلحهم وحفل نكاحهم تنفيذاً لوسيط الرسول عليه الصلاة والسلام لذا وجب أن تكون المساجد شامة في أماكنها فيتعكس صورة الإسلام وعامل جذب للمسلمين وغيرهم وهذه مشكلة لأحد المساجد في بشكيك والذي يقع في منطقة كولم بحي بيرب مايسكي والذي تم بناؤه في عام 2005 وتم تصميمه لتسع 250 شخصا وحالياً توجد مدرسة دينية يدرس بها أكثر من 250 طالب علم بجوار المسجد هم طاقة المسجد الاستيعابية كما أن حول المسجد ألفي منزل وبهذا يستوعب المسجد أقل من 10% فقط من سكان المنطقة والعجيب أن أقرب مسجد يبعد 4.5 كيلو متر ولهذا فالمنطقة بحاجة لبناء مسجد جديد يتناسب مع الزيادة المضطرضة لعدد السكان وليتم تصميمه بشكل جميل كما أن أرض المسجد بفضل الله تعالى يمكن تنفيذ مسجد جامع عليها بمساحة 15 في 28 في أربع طوابق شاملاً لمرافق المسجد والمخطط الهندسي للمشروع قد تم تجهيزه وخرجت الموافقة المبدئية له من الإدارة الدينية والهندسية العاصمة فللراغبين بالسير على ضرب أسلافهم فكان عثمان ذو النورين دليلهم والأحنف بن قيس قائدهم وعبد الله بن عامر مرشدهم وقتيبة بن مسلم حاديهم أكملوا المسيرة أكملوا المسيرة لتكونوا في صحبة من سبقكم في الجنة وليسعد بكم نبيكم على الحوض في زمرة الباذلين والمنفقين لرفعة دينه وعزة أمته